مرحبا يا خلاح مرحبا يا خلاح عسر الصدامة والنشاق لهم علم يمين وقمات وقمات يوم الزحامة يوم الغدين مرحبا يا خلاح مرحبا يا خلاح ويتجدد اللقاء مع سيدة الأعمال من إمارة أبوظبي وتحديدا من مدينة الفلاح ومعنا الآن السيد حنان القحطاني صاحبته مدير عام صالون إبداع المزيون بالبداية سيدة حنان أسعد الله وقفز أسعد الله مساك بالبداية سيدة حنان القحطاني نرودنا نعرف سيدة المشاهدين بحضرتك البطاقة الشخصية حنان القحطاني منها حنان القحطاني أنا خبير التجميل في صالون إبداع مزيونة في مدينة أبوظبي مدينة الفلاح يعني نتكلم شوي هون يعني دخولك إلى مجال التجميل وهذا المجال يعني كانت عن خبرات وعن دراسات اي أنا صراحة هويتي من أنا الصغيرة أحب المكيات يعني كنت دايما أحبني أتمران أسوي أتعلم بعدين كبرت شوي تعلمت أكثر دخلت دورات مع خبيرات تجميل مع وعد التركي مع ميكا فوريفر مع مشاعر العجيل مع كم من خبير التجميل وحمد الله طورت في المجال أكثر وبعدين من مساعدة من الشيخة فاطمة الله يحفظها فتحت مشروع لإبداع نعم يعني نتكلم عن هذا المشروع المشروع الشيخة فاطمة حفظ الله يعني نحكي عن مجلس السيدات العمال أيضا أبوظبي اللي تم تخصيصه يعني السيدات وتشجيل السيدات المواطنات في دولة الإمارات يعني هذا الموضوع هاي الحمد الله تم الدعم من الشيخة فاطمة فتحت يعني مجال للسيدات المنازل يعني اللي في البيوت عندهم عيال وكذا أنا ما أقدر أطلع مثلا كنت دايما فحمد الله تشجعت من بعد ما فتحت الشيخة فاطمة هالمجال الحمد الله فتحت لي صالون الصغير في بيتي وأكون قريبة منها عند سرتي يعني وفي أي وقت أنا يعني أقدر أني مثلا أطلع أو شيء أقدر وما أقدر خلاص يعني على حسب ظروفي نعم نتكلم عن الخبرات اللي حاصل عليها والشهادات اللي حاصل عليها يعني هو أضرط شيء أكيد بيكون المكاتر وإن شاء الله في المقدمة إن شاء الله يكبرنا الصالون وصار لنا إن شاء الله أهم طموحي إن شاء الله أني أكبر الصالون يكون عندي إن شاء الله خبيرة شعار والخدمات أخرى بشكل عام من كير وبدي كير والحلاوة والأشياء اللي تخص النساء بشكل عام نعم ونحكي عن رؤيتكم المستقبلية لأبداع المزيوني هل من رؤيتكم المستقبلية إن شاء الله بعد السنوات القادمة؟ أكيد أكيد لنا يعني أكيد طموح ملها نهاية أكيد أتمنى أن يكون لي اسم يوصل عالميا إن شاء الله إن شاء الله ويعني أنتو الناس بتسهدفوها من داخل هذه الصالون تحديدا من أبوظبي ومدينة الفلاة؟ يعني أولا من كافة لا من كافة نحال إمارات بس أكثر شيء نتمنى أن أهل أبوظبي يعرفونا بس أكيد نحن نروح كل مكان نطلع لكل مكان موسيقى هلأ صرت شريكي بقى عمرك الليل قلبي صار بقى مورك موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 حينما وجد الأمان وجد الاستقرار والاستثمار يعني رسالتك للوطن وقائل الحمد لله ان احنا في دار امن وامان وازدهار تشجيع مستمر من القيادة الرشيدة واحب اشكرهم على اهتمامهم وتشجيعهم الدائم لنا واشكر والديني واخواني وزوجي وصرتي الكريمة اشكرهم على تشجيعهم الدائم لي وحب اشكر مسؤولين على قائمة مبدعي على افكارهم البارع والمتكرة وفي نهاية اشكر وفي نهاية اشكركم قناة سمى الخليج الله يسميك وما هي رسالتك ايضا الاخيرة اللي حاب توجيها لمن شئتي احب اقولكم بفضل الله تم بدعم ام الامارات الشيخة فاطمة بن تنبارك على جهود حكومتنا الرشيدة وعلى اطلاق برنامج مبدع لتشجيع السيدات البدع بمشاريع من المنزل ومن خلال برنامج تم تسهيل اجراءات والتقليل التكاليف بصورة كبيرة جدا واخذ دورات تدريبية عن كيفية الاستفادة من برنامج مبدعه وخدماته وبذلك تم تحقيق جزء كبير من طموحي الله ملك الحمد سيدة العمال ستحنان القحتاني ماذا توجه رسالة ايضا في نهاية هذا البرنامج الى الوطن وقائد الوطن اول شي اقول الله يرحم الشيخ زايد مأسس دولة الامارات داعم اول لنا وشيخ خليفة بن زايد واخوانا حكام الامارات والله يحفظ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي ولا ننسى المشجع الاول مرة الاماراتية امنا ام الامارات الشيخ خفضن بنت مبارك الله يحفظها طبعا عزيزي المشاهدين لا يسعنا لا تقدم بجزيرة شكر ورع الفان الى سيدة الاعمال الاستاذ الملقبة المزيونة حنان القحتاني الخبيرة في مجال التجميل وشكرا لكم عزيزي المشاهدين الحسن هذه المتابعة والى اللقاء بكم مجددا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة